مدت لنا مداج مع معنى الفخيرة ولا معنى أكل ولا معنى شرب ولا معنى شيخ ارتفاء أعداد قتلها عزوف من تبقى عن الاستمرار في القتال رفض رجال القبائل حشد المزيد من القطيع الخسائر المهولة في العدد والعدة عجز مشرفية الجماعة عن القيام بالمهمة كل هذا هو ما دفع ميليشيا إيران الحوثية بإرسال بيتقها المخلص المدعو أبو العلي الحاكم لإذكاء محاولاتهم الميؤوسة في التأثير على رجال القبائل في حشد القليل من المقاتلين لرفت جفهات الجماعة المنهارة زيارة أبو عيل الحاكم لبعض مدينيات محافظة عمران فلها هدفان الهدف الظاهر وهو من أيضا التواصل بكل المقاتلين المنظمين للشرعية بالعودة وهذا فشل فيه وسيفشل في غيره وأما الهدف الخفي فهو للتحشيد لأنه 70% من ميليشيات الحوثية قد هلكت وستهلك وكل ما حجد سيهلك هدفان لا ثالث لهما لزيارة المدعو الحاكم القيادي في ميليشيا إيران الحوثية لمحافظة عمران خلال الأسبوع الفائت أحدهما الضغط على القبائل بالتواصل مجددا مع أبنائهم للعودة إلى مناطقهم بعد فشلهم سابقا أما الهدف الخفي فهو التحشيد لمزيد من المقاتلين خصوصا بعد الانهيارات التي حصلت لجبهاتهم مؤخرا في محافظتي مأربة وشبوة نقول لأبو عي الحاكم أنه سيفشل سيفشل بل أن أولئك الذين يجتمع بهم هم من سيلقون القبض عليه ويسلمونه للجيش الوطني لمحاكمة في كل ما فعله في الشعب اليميني من جرائم صيحات استجداء ممزوجة بعبارات تهديد ووعيد أطلقها الحاكم في لقاءاته مع القبائل استجداء بالتحشيد مجددا واستمرار لممارسة الضغط على أبناء القبائل للعودة وعبارات وعيد بمصادرة الأملاك كل هذا يؤكد الاستنزافة الكبيرة للجماعة في جبهات القتال سيما في المعارك الأخيرة في مأرب والجوف والبيضاء يوسف القحمي سهيل ترجمة نانسي قنقر